السلام عليكم حبايب ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير معاكم ياسمي النظمي من قناة جولي لتعليم الكروشي النهاردة ان شاء الله هنعمل مع حفظة شكلها حلو جدا خفيفة وعملية اوي اه هنا مكان جيب تحط فيه كروت اي كارت فيزا اي كارت انت محتاجاة ومش هيوقع لان هو يدوبك على مقاسها ومن جوة لها مكانين برضو مكان تحط فيه برضو كروت ومكان للفلوس انا عملت هنا علشان اه الفلوس بس بتاعتك ما تقعش ان كانت فضة او ورق وبتقفلي عليها وممكن تركبي هنا مادليا عشان يتمسيكي منها المحفظة وهنا برضو هنحط الكروت بتاعتنا هي عملية جدا وشكلها شيك اوي شكلها حلو جدا اه تعالوا نبتدي ونشوف اه هنبتديها ونعمل خطواتها ازاي قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وفعال الجرس وسيبيلي كمانت وقولي رأيك ايه في الفيديو اه ويلا نبتدي ونقول بسم الله ونشوف الخطوات بتاعت المحفظة نبدأ حبايبي انا هشتغل بخيط ديفا انت ينفع تشتغل بخيط خطه انجولد او تشتغل اه اي خط قطن اه ولو حب خط صوف بس طبعا ما منصحش انا احب الخط القطن اه في المحافظ عن الخط الصوف لان الخط الصوف اه يوبر معاك شوية انا هشتغل بخيط ديفا على فتلتين هنشتغل اه بابرة مقاس اتنين ونص سي مش هبان هنا اهي طبعا ينفع تشتغل بابرة مقاس اسمل عليها آآ تلاتين سلسلة دول كده تلاتين سلسلة ده هعرض المحفظة لو عايز المحفظة طيبها اجمر من كده بتكبري السلسلة دي ولو عايزها قل بتقليلي طبعا السلسلة هنسيب اول غرزة معنا هنا وهنشتغل في اللي بعديها على طول هنسيب اول واحدة دي اللي احنا خارجين منها وهنشتغل في اللي بعديها هنشتغل غرزة حشو واللي بعديها برضو الغرزة اللي بعديها غرزة حشو انا هشتغل في كل الغرز غرزة حشو لحد ما وصل لاخر غرزة معاه في السطر اللي هي عقدة البداية اللي احنا عملناها انا كده اشتغلت آآ تلاتين السلسلة كده اشتغلت الغرز كلها بغرزة الحشو فاضل بس معي عقدة البداية دي هندخل فيها كده وهنعمل تلاتة غرزة حشو في نفس المكان اللي هو تلاتة تزايد هادي اول غرزة وفي نفس المكان بردو هنا تاني غرزة ونفس المكان بردو تالت غرزة بالشكل ده كده هنشد بقى الخيط بتاعنا ده حلو قوي وهنشتغل هنا على الغرزة اللي بتقابلنا دي هاشتغل هنا غرزة حشو واللي بعدها هنا غرزة حشو وهاخد الخيطة معي تحت الشغل علشان انضف الشغل معي وانا ماشي هنشتغل في كل الغرز اللي هتقابلني هنا برضو بغرز الحشو انا كده اشتغلت القطع كلها لحد اخر السطر برضو بغرزة الحشو فاضل معينا بس اخر غرزة والمفروض ان احنا نتزايد فيها هاشتغل في المكان ده هنا كده تلات غرز حشو برضو هادي اول غرزة وادي تاني غرزة وفي هنا غرزة هنشتغل برضو عليها غرزة اهي هنشتغل في نفس المكان بس هنغطي غرزة يعني فهمها كأننا هنشتغل عليها فوقيها يعني تمام ودي اول غرزة معانا في السطر هنشتغل اول غرزة معانا احنا هنشتغلها اه داير ميدور تمام هنشتغل اول غرزة دي وعشان نعرف ان دي اول غرزة معانا في السطر هنحط فيها مركر احنا مش هنتزايد تاني ده بس مجرد تزايد عشان نعمل للقاعدة من هنا ومن هنا حط فيها مركر عشان اعرف ان دي اول غرزة في السطر وبعد كده هنشتغل بغرز الحشو داير ما يدور. في كل تحت حلقتين غرزة حشو. لو اشتغلت بابرة اكبر هتقليلي طبعا الغرز عشان الابرة الاكبر بتكبر الغرزة شوية فلو اشتغلت تلاتين غرزة هتبقى اكبر معيتي من القطعة اللي في ايدي. انا كده بشتغل غرز حشو. اه كل غرزة بشتغل فوقها غرزة لحد ما وصل للماركر هنا وهنرجع مع بعض. انا كده اشتغلت خلاص كله. ادي اهيدي عملت معي كده. شايفينها علشان خاطر اه انا ما تزيدتش. انا اشتغلت في كل غرزة غرزة حشو. وهنا برضو اشتغلت في كل غرزة غرزة حشو واحدة. تمام? هنجي هنا نشير الماركر بتاعنا بالشكل ده وهنشتغل برضو غرزة حشو. وهنحط الماركر بتاعنا تاني علشان دي كده اول غرزة معانا في السطر. تمام? وهنشتغل برضو بغرز الحشو. وهنطلع عدد من الادوار بالشكل ده كده. نعدل الشغل معانا كده عشان. انا هفضل اطلع اطلع. اشتغل داير ما يدور. داير ما يدور على طول. بس لازم تعرفي مكان الماركر فين. انا اشتغل طول مناسب وهنرجع نشوف هنعمل ايتي. انا كده اشتغلت عدد من الادوار. تمانية وعشرين دور. اشتغلت تمانية وعشرين دور. اه كده احنا عايزين نعمل قطعة طويلة. هوريكم ازاي. ده خلاص دي اخر غرزة في السطر ودي اول غرزة معانا في السطر. انا مش اشتغل اول غرزة. انا هسيبها زي ما هي كده. وهنسيب كمان غرزة من الاتجاه ده. خلاص كده انا سبت غرزة من هنا. كمان هسيب غرزة من هنا. مش هشتغلها. هي دي. هنسيب غرزة من الطرف ده. وغرزة من الطرف ده. خلاص كده. انا مرقتها الكوش من جوه هي بقت بالشكل ده. انت طبعا عمليها بالطول المناسب معيك والعرض المناسب معيك. عايز اتعرضي عن كده تمام. عايز تطلعي عن كده. اه مسافة ما فيش زي ما تحبي يعني. خلاص هنبتدي بعد كده نرتفع سلسلة. هنرتفع سلسلة عشان نطلع دور. وهنلف الشغل بتاعنا بالشكل ده كده. وهنشتغل كغرز حشو. هشتغل في اول غرزة بتقابلني بغرزة حشو. واللي بعديها حشو. انا كده خلاص وصلت الاخر استطر فضل بس معايا غرزة واحدة اهي. شايفينها هشتغلها. الغرزة بقى اللي انا حط فيها الماركر دي مش هشتغلها. تمام? انتو كده ممكن اقول لكم اشتغلت كام غرزة. كده انا اشتغلت ستة وعشرين غرزة. تمام? دول ستة وعشرين غرزة. بعد كده هرتفع دور جديد وهرتفع سلسلة. ولف الشغل بتاعي. وهشتغل في كل غرزة بتقابلني بغرزة الحشو. هنشتغل برضو الدور كله. بالشكل ده كده. هشتغل لحد قطعة دي ما تتول معايا انا هشتغل. هروح وهرتفع سلسلة لحد ما اخلص اخر دور ارتفع سلسلة وارجع. وبعد كده هرتفع سلسلة وارجع والف الشغل واشتغل. وهكزا هروح رايح جاي رايح جاي لحد ما القطعة دي توصل معايا طول. وهرجع اقول لكم انا اشتغلت طول قد ايه. انا كده حبيبي اشتغلت لحد ما وصلت لطول معين. الطول ده بتاسي بناء على القطعة دي. يعني القطعة دي بتعملي الطول آآ مرتين. ايه انا هقول لكم برضو انا عملت كام سطر. آآ دول واحد وتلاتين في اتنين يعني عاملين اتنين وستين آآ اتنين وستين مرة رايح جاي. خلاص. كده ده اخر دور معنا. اخر غرزة معنا دي هنشتغل فيها غرزتين حشو. آآ دي اول غرزة كده خلاص دي بتاعت السطر كده انا خلصت السطر. هشتغل كمان هنا غرزة حشو. عشان تدي معي الكيرف وتمشي معي. آآ هشتغل كل السطر ده كده هشتغله بغرز الحشو. هنيجي هنا هنشتغل غرزة حشو. وهتيجي في الغرزة اللي بعدها على طول تشتغلي غرزة حشو. هنا غرزة حشو اهي. وهنا كمان غرزة حشو. يعني هشتغل هنا غرزة حشو. لبعده غرزة حشو. وهناك غرزة حشو. بحيس ان احنا بنشتغل كل سطر غرزة حشو. انا كده خلاص اشتغلت السطر كله بغرز الحشو. فاضل بس معينا اخر غرزة اللي هي اول سطر احنا عملناه ده. هندخل هنا كده ونشتغل غرزة حشو. وهنيجي كمان هنا نشتغل غرزة حشو مكان الماركر اللي احنا عاملينه ده. نشيله. وهنعمل هنا غرزة حشو. بس كده. بعد كده هنبتدي بقى نشتغل كل الغرز دي منزلقة. هنعمل هنا غرزة منزلقة. ترجمة نانسي قانون كده خلاص انا خلصت كل الغرز غرز منزلقة هنشيل العلامة بتاعتنا اللي هنا كمان وهنشتغل مكان العلامة غرزة حشو. وهنشتغل فاول غرزة هنا غرزة حشو. اول سطر. وهنشتغل بقية السطور عايزة جدا بغرز الحشو. هنبروزها برضو هنطلع لحد اخر السطر. كده حبيبي انا خلاص خلصت القطعة زي ما انتم شايفين كده بغرز الحشو اللي اتجاه ده كمان. وطبعا هنا كنا عاملين اول حاجة غرزة حشو. وهنا اخر حاجة عملنا غرزة حشو. فكده معنا يعتبر تزايد. احنا هنمشي لحد ما نوصل هنا بغرزة منزلقة. يعني ندخل في اول الغرزة بتقابلنا فوق كده. ندخل هنا ونعمل غرزة منزلقة. هنشتغل لبعديها برضو غرزة منزلقة. هنكمل ده كله كده بغرز المنزلقة. ودي كده كتاخر غرزة معانا في السطر. هنجيب القطعة بتاعتنا بالشكل ده كده. هنجيب القطعة بتاعتنا كده. وهنزبطها هنا. وهنسيب اول غرزة في السطر زي ما انتم شايفين كده. دي اول غرزة تاني غرزة وتارت غرزة رابع غرزة هندخل فيها. تمام? هندخل هنا. وهندخل هنا. وناخد ونعمل غرزة منزلقة. واللي بعديها هندخل هنا. واللي بعديها غرزة منزلقة. وهكمل السطر كده اشبك الطرفين دول في بعض. بغرز المنزلقة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنبتجي نعمل المنزلقة والاتجاه الثاني هندخل من هنا وانه انا كده خلاص حبيبي عملت آآ غرز المنزلقة خلاص دي كانت اخر غرزة معي هنحاول بقى نثبت الخيط ده حلو قوي اشتركوا في القناة انا كده هخيط هنا سوستة في المحفظة دي انا عايزة اعمل دي بسوستة علشان تحطي هنا فضة تحطي اي حاجة ما ما تقعش منك وهنا تبقى للكروز فانا هعمل هنا سوستة ركبها عادي جدا بطريقة تركيب السوستة وهنرجع نكمل مع بعض كده حبيبي خلاص انا ركبت السوستة زي ما انتوا شايفين كده ده الجنب بتاع السوستة وده الجنب اللي هتحط فيه اي كروت انت محتاجيها تمام كده خلاص كده الشنطة المحفظة زي ما انتوا حابة لو حبها تفضل بالشكل ده كده خلاص ممكن تزينيها بوردة او بلوجو او باي حاجة لكن انا حابة ان انا اعمل لها هنا برضو جيب خارجي يكون بشكل مختلف عايزة تعمليه كله سايدة بلون مختلف تمام عايزة تعمليه زي ما انا هعمله امشي وراي الخطوات احنا هنعد الغرز اللي هنا هتلاقيهم ستة وعشرين غرزة لو انت ماشي معي بنفس العدد هتعملي ستة وعشرين سلسلة انا هدخل مع اللون البنك اللون ده هشتغل ستة وعشرين سلسلة غير عقدة البداية عقدة البداية هنحسبها معينا سلسلة تمام هو عشان على فتلتين بس تمام دي كده هتعتبر اول آآ غرزة هنشتغل عليهم ستة وعشرين سلسلة دي واحد اتنين تلاتة كده انا معي ستة وعشرين سلسلة وعقدة البداية كده سبعة وعشرين سلسلة هنسيب اول واحدة دي وهنشتغل في اللي بعديها على طول بغرزة حشو واللي بعديها غرزة حشو انا هكمل الدور ده كله بغرز الحشو هنمشي غرزة حشو زي ما انتم شايفين كده الدور كله كده انا اشتغلت الدور كله فاضل بس معي اللي هي عقدة البداية دي هنشتغلها برضو غرزة حشو كده لو عديت الغرز دي كلها هتلاقيهم ستة وعشرين غرزة تمام هنرتفع سلسلة وهنعمل الدور اللي بعده بنفس الطريقة هندخل تحت الحلقتين ونعمل غرزة حشو احنا هنعمل قطعة عادي جدا قطعة آآ آآ كاجيب للمحفظة من قدام وهنزين بيها المحفظة كده انا كمان اشتغلت الدور ده كمان بغرزة الحشو فاضل بس اخر غرزة معينا هندخل ناخد لفة وهنطلع باللون الجديد نشد الخيط الجنزير ده كده وهنرتفع سلسلة للدور الجديد ونلف الشغل بتاعنا ونشتغل في اول غرزة بتقابلنا هنا هنشتغل غرزة حشو وهنكمل الدور كله بغرز الحشو انا كده كمان خلصت الدور ده خلاص كده المفروض ان احنا نرتفع سلسلة ونلف الشغل ونكمل تاني دور بغرز الحشو برضو في اول آآ سلسلة بتقابلنا اول غرزة كده بندخل نعمل غرزة حشو كل الغرز اللي جاية تحت الحلقتين بنشتغل غرزة حشو بالزبط نفس الطريقة اللي احنا عملناها في آآ الجزء التاني من المحفظة اللي هو الجزء ده مش احنا اشتغلنا دي داير ما يدور واشتغلنا دي قطعة طويلة بنفس الطريقة بالزبط كده فضل معي اخر غرزة بس هندخل وناخد لفة ونطلع باللون الجنزير دا علشان نطلع دور كمان آآ هنعمل كده سطرين سطرين تمام وهن نرتفع سلسلة ونلف الشغل وهنشتغل تحت حلقتين بغرزة حشو ونكمل اخر السطر ونرتفع سلسلة وهكذا لحد ما القطعة دي تيجي معينا الطول المناسب هنا لحد ما تعملي قطعة آآ بنفس الطول دا حتى لو انتي ماشي معيه بنفس المعيس هقولك ولو اما كبرة او كده بتجي بتعملي نفس القطعة على قد القطعة بالزبط انا هكمل لحد ما وصل للطول مطلوب وهنرجع هنكمل مع بعض انا كده اشتغلت لحد ما وصلت للطول المناسب هنا زي ما انتم شايفين كده الطول دا كده مناسب تمام اشتغلت كده ادية اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتنشر ستة عشر تمنتاشر عشرين اتنين وعشرين اربعة عشرين ستة وعشرين تمانية وعشرين وسطر السلسلة كده تسعة وعشرين دور تمام دي كانت اخر غرزة معينا في السطش هنحاول بقى ان احنا نزبط الخط بتاعنا وندريحل نرتفع سلسلة الاول وبعد كده هتجيبي بقى لوجو عزت ترات تزينيها بلوجو اه تمام عزت تخليها كده وتحط لها مسلا فصين لولي او وردة مسلا او اي حاجة هتبقى حلوة انا هركب لها اللوجو الاول قبل ما نغيطها قبل ما نركبها في القطعة دي هتركب لها اللوجو بتاعها الاول اشتركوا في القناة خلاص كده حبيبي انا كده عملت لها الجراب اللي هيبقى بره من بره عايزين بس نركب لها الاول هنا كليبس انا جبت كليبس كده هنجيب الكليبس ده اشتركوا في القناة كده حبيبي يفضل بس ان انا بقى اثبت دي هنا عايزة تخيطيها بخيط خياطة عادي تمام انا خيطها بخيط الصنورة هنبتدي كده وهنمشي بالشكل ده او عايزة تبتدي كده وتمشي بالشكل ده المهم ان احنا مش هنخيط القطعة دي القطعة دي هنسيبها مفتوحة كده تمام فهنبتدي هنفتح دي كده وهنبتدي نخيط على التروف دي شايفينها ترفضة تدي من هنا الاول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خلاص خلصت وركبت الجيب زي ما انتم شايفين كده بقى الشكل النهائي ده بتاعها لو مش عايزة تركيب اللوجو عايزة تشكليها باي شكل تاني زي ما انت حبة وطبعا هي هنا من جوه كده لها مكان برضو للكروت وكده وهنا هتحط فيها الفلوس عملنا لها سوستة عشان لما تحط فيها الفلوس ما تقعش او ممكن تحطيهم بالطول وده الشكل النهائي حبابي بتاع المحفظة لو عجبك الفيديو لا تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس وياريت سبيل كومنت وتقولي لرأيك ايه في الفيديو وانتظروا ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله